نعم المحافظة ده تحاني من دكتاتورية وتحاني من الضغوطات اللي ده تمارس عليها ولذلك اليوم البيان ما نكن واضح جدا الأهم من البيان التحرك والإجماع يجب أن نحرر المحافظة من الدكتاتورية التحرك والإجماع تحرككم شنو القادم غير البيان نعم اليوم إجماع للعشائر للعشائر أحنا 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 نعم أحنا الآن 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 أحنا الآن تفكيك القيود هو أهم شيء لتفكيك هذا اللي ده يحصل اليوم أحنا نطلب من الإدعاء العام ونطلب من القضاء أن اليوم موضوع الاستقالات المسبقة الموضوعة في الدروج واللي تمارس ضغوطات على النواب يجب أن يفتح تحقيق بها هذا مساس كبير بالعملية الديمقراطية اللي ده يمارس على السلطة التشريحية اليوم الأستاذ ليس ديليمي عن طبلاغ وموجود واليوم مو فقط ساد ليس أكو أعضاء برلمان آخرين ماذا يمارسون دورهم نتيجة الضغوط هذا أي ديمقراطية هاي اللي ده نتحدث عنها أحنا إذا البرلماني اليوم البرلماني ما قادران يحامي نفسه المواطن العادي شفاح يسويه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر